بشمهندس معنا من أرض الملعب في أستاذ برج العرب كريم أحمد موفد قناة الأهلي كريم أهلا بيك أهلا يا كريم مرحب بيك بشمهندس على القيعي أستاذ بريم منيسي كل مشاهدي ملك وكتابة جمهور النادي الأهلي في كل مكان هنا من أستاذ برج العرب اللي يستقبل مباراة النادي الأهلي إن شاء الله كلنا سيقة كبيرة في كل لعبتنا في الجهاز الفني بإذن الله إن شاء الله تكون التسعين ديئة الأولى من نصيب النادي الأهلي والتسعين ديئة التانية إن شاء الله في رادس نرفع كأس البطولة التسعة من نصيب النادي الأهلي ومنها إن شاء الله إلى كأس العالم للأندية طبعا سريعا بشمهندس إبراهيم عايز أقول حاجة سريعة جدا إمكان إحنا في هذه اللحظات كنا في انتظار فريق نادي الترجع التونسي اللي كان معاد تدريبه فيها الساعة التسعة مساء لكن يمكن في مفاجأة كبيرة جدا في حضور كل وسائل الإعلام تم إلغاء الميران الرئيسي والأساسي لفريق نادي الترجع التونسي هنا في استاد برج العرب يمكن أمر غريب شوية حاولنا إن إحنا نكتهت شوية من معلوماتنا عرفنا إنهم هم يتدربوا بشكل كده يمكن مش رسمي فيه فندو اللقامة طبعا القريب هنا من استاد برج العرب الحقيقة يمكن استاد برج العرب كان مستعد بشكل كبير الأنوار كانت مضاءة كل التجهيزات طبعا بخذة العميد صبري هنا طبعا في استاد برج العرب كانت مهيئة لاستقبال فريق نادي الترجع التونسي اللي سبقوا النادي الأهلي في مؤتمر صحفي كان فيها الساعة الخامسة والنصف وتدريب فيها الساعة السادسة مساء يمكن لفتة غريبة جدا لكن هم الناس عايزة تركز الناس عايزة تحط نفسها في تركيز كبير بعض الخوف شوية أن يكون فيه ببعض الناس تصور حاجة ده اللي احنا طبعا بنسمعه من الناس المتواجدة هنا لكن ده أمر طبعا يمكن تدريبة أساسية النهاردة على مستاد برج العرب اللي يخود عليه نادي الترجع التونسي لكن يمكن لو بتكلم بشكل عام عن الأمور الخاصة به المباراة والتجهيزات كل الأمور يمكن ماشي بشكل مطمئن جدا لفريق النادي الأهلي الاجتماع الفني كان ماشي بشكل مميز جدا الأمور الاعتيادية نادي الترجع التونسي سيداتي الطاقم الأزرق النادي الأهلي الطاقم الأحمر المعتاد والزياء التقليدي التنبيه كمان على عدم الاتراض على التحكيم كل الأمور كانت في الاجتماع الفني كانت ماشية بشكل مميز جدا للنادي الآلي أيضا كمان يمكن بشكل حصري انفرضنا بتصوير لعب النادي الآلي في الغرفة الخاصة بالفار تقنية الفار طمعا هتطبق في مباراة الزهاب ومباراة العودة النادي الآلي كان النهاردة في فندو لقامة اجتمع طاقم المباراة وكان بالفعل في بعض الأمور والتنبيهات ومعرفة لعب النادي الآلي والجهاز الفني على تقنية الفار الحالات اللي هيكون فيها طلب الفار في هذه المباراة يمكن بنتمنى ان شاء الله بإذن الله يكون هذه التقنية تفيد النادي الآلي يمكن النادي الآلي بياخد حقه في المباريات أيضا كمان بنتمنى على العكس الصحيح أيضا نادي الترجع تنسي تكون الاعتراضات في المسموح بالنسبة للفار يمكن محددين الكرت الأحمر سواء في كرته أحمر من حقه كان انت تطلب فار ضربات الجزاء من حقه كان انت تطلب فار لو فيه كمان يمكن لو انزار واحد ده مثلا خد انذار والحاكم متلغبط فيها الانذار من حقه كمان ان هو يطلب ألفار بممكن بعض كده الأمور الخاصة بتقنية ألفار الجديدة اللي هتطبق فيه النهاية أبطال أفريقيا الآلي والترجع التونسي لكن بشكل عام النادي الآلي اختتم تدريبه جرعة تدريبية كانت مميزة جدا للنادي الآلي تحفيز قراءة الفتحة كانت في البداية لكن بشمانس عدلي السيد إبراهيم يمكن فقدين يشان محمد احنا واحد من نجوم النادي الآلي وكباتنا النادي الآلي الحالة الوحيدة اللي احنا فقدينها من اللاعبين هو يشان محمد لكن بنأكد وبنطمن كل جمهور النادي الآلي كل لعبة النادي الآلي على أهبة الاستعداد الكل ان شاء الله بإذن الله سيسعد جمهور النادي الآلي اللي يكون بالألفات بإذن الله ستين ألف بإذن الله يرجو أستاذ برج العرب تشجيع مثالي فقط النادي الآلي فقط هو الذي يشجع في هذه المباراة وكالعادة بشمانس عدلي أستاذ إبراهيم نكون معاكم لحظة بلحظة سواء اليوم أو غدا إن شاء الله بإذن الله في مباراة النادي الآلي والترجع التونسي مباراة الزهاب بإذن الله كون من نصيب النادي الآلي عودة لك بشمان سعد لي عودة لك أستاذ بريم منيسي